السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال جولة في أوسط المحاصيل الشتوية القمح والفول البلدي وغيرها من المحاصيل شاهدت هذا المنظر من شدة الرياح إحدى الأشجار الضخمة إحدى الأشجار الضخمة سقطت كما نشاهد سقطت في حقل القمح هذه إحدى الأشجار الضخمة سقطت من شدة الرياح كما نشاهد سقطت في حقل القمح شقرة جزوارين هذه هي شجرة الجزوارين وهذه هي جزورة اقتلعت من الأرض بالطبع ستسبب خسائر هذا الحقل إذ لم يتم رفعها إذ لم يتم رفعها هذه هي الشجرة سقطت كما تحدثنا وسط حقل القمح وسط حقل القمح وسط حقل القمح سقطت في حقل القمح سقطت في حقل القمح لذيه من سقطت في حقل القمح سقطت في حقل القمح سقط مع أقدم سقطت في حقل القمح سقطت في حقل القمح الشجرة مكتلعة من الأرض كمان وشاه سقطت الشجرة على حقل القمح سوف نتحدث عن الشجرة التي سقطت سوف نتحدث عن الشجرة التي سقطت بهذه القوة بسبب قوة الرياح الس man دخل الأرض سوف نتحدث عن الشجرة سوف نتحدث عن الشجرة شكرا